الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب مفتوح للإمام فخر الدين الرازي يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد المقالة الأولى في الأمور الكلية في هذا العلم وفيها فصول الأول في الفراسة والمزاج الثاني في باب فضيلة هذا العلم الثالث علم الفراسة والعلوم المناسبة له الفصل الأول في الفراسة والمزاج الفراسة عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة وتقرير هذا الكلام أن المزاج إما أن يكون هو النفس وإما أن يكون آلة للنفس في أفعالها وعلى كلا التقديرين فالخلق الظاهر والخلق الباطن لابد أن يكونوا تابعين للمزاج فإذا ثبت هذا كان الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن جاريا مجرى الاستدلال في حصول أحد المتلازمين على حصول الآخر ولا شك أن هذا نوع من الاعتبار صحيح الفصل الثاني في بيان فضيلة هذا العلم ويدل عليه الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب فقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين الحجر الآية الخامسة والسبعون وقوله تعرفهم بسيماهم البقرة الآية الثالثة والسبعون بعد المئتين وقوله فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول محمد الآية ثلاثون وقوله سماهم في وجوههم من أثر السجود الفتح الآية التاسعة والعشرون وأما السنة فقوله عليه السلام إيك في هذه الأمة محدث فهو عمر وأما العقل فمن وجوه الأول أن الإنسان مدني بالطبع فلا ينفك عن مخالطة الناس والشر فاش في الخلق وإذا كانت هذه الصناعة تفيدنا معرفة أخلاق الناس في الخير والشر كانت المنفعة جليلة الثاني أن راضة البهائم يستدلون بالصفات المحسوسة للخيل والبغال والحمير وسائر الحيوانات التي يريدون رياضتها على أخلاقها الحسنة والقبيحة فإذا كان هذا المعنى ظاهر الحصول في حق البهائم والسباع والطيور فلا أن يكون معتبرا في حق الناس كان أو لا الثالث أن أصول هذا العلم مستندة إلى العلم الطبيعي وتفارعه مقررة بالتجارب فكان مثل الطب سواء بسواء فكل طعن يذكر في هذا العلم فهو بعينه متوجه في الطب قال أبو القاسم الراغب رحمة الله عليه اشتقاق هذا اللفظ من قولهم فارس السبع الشات فكانت الفراسة عبارة عن اختلاس المعارف بهذه الطريق المعين الفصل الثالث أقسام هذا العلم اعلم أنه على قسمين أحدهما أن يحصل خاطر في القلب أن هذا الإنسان من حاله وخلقه كذا وكذا من غير أن يحصل هناك علامة جسمانية ولا أمارة محسوسة والسبب فيه ما ثبت أن جواهر النفوس الناطقة مختلفة بالماهيات فمنها ما يكون في غاية الإشراق والتجلي والبعد عن العلائق الجسمانية ومنها ما لا يكون كذلك وكما أن النفس تقدر على معرفة الغيوب في وقت النوم فكذلك النفس المشرقة الصافية قد تقدر على معرفة المغيبات حال اليقظة ونفوس التي شأنها ذلك تكون أيضا مختلفة في هذا المعنى بالكم والكيف وهذا القسم مما لا نذكره في هذا الكتاب القسم الثاني وهو الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة فهو علم يقيني الأصول ظني الفروع سئل بعض الصوفية عن الفرق بين هذين القسمين فقال الظن يحصل بتقلب القلب في الأمارات والفراسة تحصل بتجلي نور جبار السماوات والأرض ومن قوي فيه نور الروح المذكور في قوله ونفخت فيه من روحي الحجر الآية التاسعة والعشرون وصاد الآية الثانية والسبعون قويت فيه هذه الفراسة واعلم أن بطليموس قال في أول كتاب الثمرة علم النجوم منك ومنها والشارحون قالوا المراد أن صاحب الأحكام قد يحكم بمقتضى صفاء القوة النفسانية المطلعة على عالم الملكوت وهو المراد بقوله منك وقد يحكم بمقتضى دلائل الأجرام الفلكية وهو المراد بقوله ومنها فها هناك ذلك صاحب علم الفراسة لمجرد القوة القدسية وهو فراسة الأنبياء وأكابر الأولياء وقد يحكم بمقتضى الأحوال الظاهرة المحسوسة في الجسد على الأحوال الباطنة وهذا النوع من علم الفراسة هو الذي يجري فيه التعليم والتعلم الفصل الرابع في تعديد الأمور التي لا بد من معرفتها في هذا العلم اعلم أن الاستدلال على حصول الشيء تارة بما يكون علة له وثانيا بما يكون معلولا له وثالثا بما يكون معلولا لعلته وهذا هو المسمى بالاستدلال بأحد المعلولين على المعلول الثاني فها هنا أيضا الأمر الذي يتوصل إلى معرفة الأخلاق الباطنة التي في الإنسان تارة يكون بعلته الموجبة له وهو المزاج البدني وتارة بمعلوله وأثره وهو الأفعال الصادرة عن الإنسان وثالثا بسائر الأحوال التي هي كالمعلولات للمزاج الأصلي الإنساني القسم الأول واعلم أن معرفة المزاج لا يمكن إلا بعد معرفة الأحوال التي منها يتركب وبدن الإنسان مركب وكل مركب لا بد له من علل أربع وهي المادية والصورية والفاعلية والغائية فالعلة المادية وهي ما يوجد الشيء بالقوة والعلة الفاعلية وهي ما يوجد الشيء بسببه والعلة الغائية وهي ما يوجد الشيء لأجله والعلة الصورية وهي ما يوجد الشيء بالفعل والعلة الناقصة ما كانت غير ذلك فالمادة القريبة لبدن الإنسان هي العضو والروح وأبعد منها الأخلاط الأربعة وأبعد منها الأركان وأما الصورة الحاصلة للبدن الإنساني فهي الأمزيجة والقوة وأما الغاية فهي الأفعال المطلوبة من تلك القوة وأما الفاعل فالمراد منه هاهنا الأمر الذي متى كان على القدر المعتدل كان الحاصل هو الصحة ومتى كان خارجا عن الاعتدال كان الحاصل هو المرض وهو المسمى عند الأطباء بالأسباب الستة الطبيعية وهي جنس الهواء وجنس المتناولات وجنس النوم واليقظة وجنس الحركة والسكون وجنس الاستفراغ والاحتقان وجنس الأعراض النفسانية فهذا ضبط الأسباب الأربعة التي منها يتكون بدن الإنسان فيجب على صاحب علم الفراسة أن يعرف أن أثر كل واحد من الأركان والأخلاط والأمزجة أي خلق هو وأن يعرف أثر كل هواء أي خلق هو وأن يعرف أن أثر كل غذاء أصلي أي خلق هو وكذلك يعرف الأخلاق التي هي مقتضيات الأسنان والأجناس والسحونات والألوان والعادات فإذا أحاط علما بمجموع هذه الأمور ثم أحاط علما بعلامات الأخلاط والأمزجة أمكنه أن يستدل بها على معرفة الأخلاق الباطنة وأما القسم الثاني من هذا العلم هو الاستدلال بالأفعال الظاهرة من الإنسان المعين على خلقه وطبيعته الباطنة فهذا مما لا يلتفت إليه في هذا العلم لأن المطلوب من هذا العلم تحصيل معرفة الأخلاق الباطنة من قبل الوقوف على الأفعال الظاهرة والقسم الثالث هو الاستدلال بأحد المعلولين على الثاني فهذا هو الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال الباطنة وتلك الأمور الظاهرة ستة الألوان والأسنان والأجناس والسحونات والأشكال وغيرها من الأمور التي يستقضي القول في شرحها وبيانها في هذا الباب فهذا هو الإشارة إلى ضبط قواعد هذا العلم الفصل الخامس في الفرق بينه وبين العلوم القريبة منه اعلم أن هذا العلم يقرب منه أنواع أخرى كثيرة ونحن نذكرها فالنوع الأول أمور لا يمكن ردها إلى الأصول العلمية بل لا يمكن الرجوع فيها إلا إلى التجارب المروية عن المتقدمين وهي مثل ما يوجد في أبدان الناس من الشامات والخيلان وما يعرض في الأعين من الاختلاج والضربان وما يوجد في أبدان الخيل من الدوائر التي سمتها العرب بأسماء مخصوصة فتيمنوا ببعضها وتشاءموا بالبعض وقد يوجد مثلها في أبدان غيرها من الحيوانات إلا أنهم لم يتفقدوا تلك العلامات إلا في الخيل دون ما سواه وذلك لأن أشرف الحيوانات بعد الإنسان هو الفرس وذلك لقوة ذكائه وكثرة الانتفاع به وقت الطلب والهرب وحسن صورته وكمال استعداده لقبول الرياضات الإنسانية وربما قاس بعضهم أحوال الشامات والخيلان الموجودة في أبدان الناس عليها حال كونها في أبدان الخيل النوع الثاني من العلوم المشابهة لهذا العلم الاستدلال بالخطوط الموجودة في الأكف والأقدام وهي التي تسمى أسرارا ثم إنه يوجد لها في التقاطع والتباين والطول والقصر وفيما يوجد فيها من الفرج المتسعة تارة والمتضايقة أخرى أشكال مختلفة ويأخذ منها أصحاب علم الفراسة دلالات مختلفة يعتبرونها في أبواب مقدمة المعرفة ويحكم بها أصحاب هذا العلم على الموصوفين بها تارة بطول الأعمار وتارة بقصرها وبالسعادة والشقاوة والغنى والفقر وهذا علم يكثر إعماله في العرب وفي الهند قال الأعشى في معاتبة من يوعده بالإضرار به فانظر إلى كفي وأسرارها هل أنت إن أوعدتني ضائري النوع الثالث من هذا الباب النظر في أكتاف الضأن والمعز فإنه يوجد فيها إذا قُبلت بشعاع الشمس خطوط مخصوصة وأشكال يستدل بها المستفرس على أحوال كثيرة من أحوال العالم الأكبر وهي الحروب الواقعة بين الملوك وأحوال الخصب والجدم وهؤلاء الذين يعتبرون هذا العلم قل ما يستدلون على الأحوال الجزئية للإنسان المعين النوع الرابع صناعة القيافة واعلم أن هذه الصناعة على قسمين أولا قيافة الأثر وثانيا قيافة البشر قيافة الأثر أما قيافة الأثر فهي عبارة عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والنعال في الطرق القابلة للأثر وهي التي تكون تربة يتشكل القدم بالذي يضع عليه فإن القائف قد تهيأ له بهذه الصناعة أن ينتفع انتفاعا ظاهرا في درك الطيبات ووجدان الضوال وهذه الصناعة قوامها بقوة القوة الباصرة وقوة القوة الخيالية الحافظة قيافة البشر وأما قيافة البشر فهي صناعة يستدل بها على معرفة الإنسان وإنما سمي هذا النوع بقيافة البشر لأجل أن صاحبها ينظر في بشرات الناس وجلودهم وما يتبع ذلك من هيئات الأعضاء وخصوصا الأقدام فيستدل بتلك الأحوال على حصول النسب وحاصل الكلام فيها أنه ثبت في المباحث الطبية أنه لا بد من حصول المشابهة بين الأولاد والوالدين ثم تلك المشابهة قد تقع في أمور ظاهرة يعرفها كل أحد وقد تقع أيضا في أمور خفية لا يدركها إلا أرباب الكمال والتمام في القوة الباصرة وفي القوة الحافظة وهذا النوع من العلم موجود في العرب فقط وفي قبائل معينة منهم مثل بني مدلج وغيرهم وهذا النوع من العلم لما كان مداره على حصول الكمال في الحواس الظاهرة والباطنة ثم إن ذلك الكمال مما لا يمكن اكتسابه ولا شرحه بالتعليم والتصنيف بل الناس يقولون إنه علم متوارث في أعراق مخصوصة من العرب لا يشاركهم فيه غيرهم فقد رأى جمع من أكابر الفقهاء التعويل عليه في تصحيح الأنساب واعلم أن قد ذكرنا أن هذا العلم إنما يكمل بسبب قوة القوة الباصرة وقوة القوة الحافظة فظاهر أن من كانت هذه القوى فيه أكمل كان اقتداره على الاهتداء في المسالك المجهولة في ظلمات البر والبحر أكمل وقد يبلغ الواحد إلى حيث لا يشتبه عليه شيء من الطرقات المجهولة في البر والبحر والعرب كانوا يسمون الدليل إذا بلغ الغاية في الجودة خربا والخرب من الإبرة ثقبها وقال أهل اللغة هذا اسم مشتق والمراد منه أنه يبصر في مثل خرب الإبرة بجودة حسه وقوة خياله وأيضا قد يستعين صاحب هذه الصناعة بالأمور السماوية تارة وبالأحوال الأرضية أخرى الأول الاستعانة بمعرفة الكواكب ومنازل القمر أما الأول فبأن يستعين بمعرفة سمت الكواكب الثابتة ومنازل القمر كما قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الأنعام الآية السابعة والتسعون معرفة الجبال أما الثاني فبمعونة الجبال وربما عرفوا البقعة المعينة من الأرض بشم ترابها وأن لكل بقعة منها رائحة خاصة يعرفها الماهرون في هذا العلم ولا شك أن الانتفاع بهذا العلم عظيم ولولاه لهلكة القوافل وضاعة الجوش وأقول قد يكون الإنسان بليدا جدا في العلوم الحقيقية وإن كان في غاية الذكاء والفطمة في هذا العلم وبالعكس بل نقول إن هذا النوع من التمييز قد تحصل في الإبل والفرس وقال مصنف الكتاب ختم الله له بالحسنى اقتباس قد كنت في قافلة في مغارة خوارزم وضللنا الطريق وعجز الكل من الاهتداء فقدموا جملا هرما وألقوا زمامه على رقبته وتبيعه فأخذ ينتقل من جانب إلى جانب ومن تل إلى تل فتارة كان يذهب يمينا وتارة شمالا وتارة يصعد وتارة ينزل واستمر على هذه الحالة مقدار فرسخين وخفنا على أنفسنا إلى أن رأينا أننا قد وصلنا إلى الجادة المستقيم والطريق المعلوم فتعجبنا كل التعجب أن تلك البهيمة كيف اهتدت إلى الجادة علم مهندسي المياه ومستنبطيها النوع الخامس من العلوم المناسبة لعلم الفراسة علم مهندسي المياه ومستنبطيها في البقاع السهلية والجبلية لإخراج الأنهار ورفعها إلى وجه الأرض وأن هذه الصناعة مما يعظم نفعها في عمارة البلاد وإحياء الموات من البقاع وذلك لأنه لا يوجد في كل بقعة من بقاع الأرض مياه تنصب من شواهق الجبال إلى بطون الأودية فحينئذ يحتاج هناك إلى أن تستنبط المياه من قعر الأرض ولا بد لصاحب هذه الصناعة من حس كامل وتخيل قوي والأصل الذي عليه مدار هذه الصناعة معرفة تراب الأرض بألوانها وخواصها السهلي والجبلي منها والرملي والصخري منها استباط معادن الفلزات النوع السادس من العلوم المناسبة لهذا العلم استنباط معادن الفلزات فإن معدن الذهب وغيره ليس لها بواطن هذه الجبال ولا شك أنه لا بد وأن يحصل في عروق تلك الجبال على ما تنتدل على حصول هذه الفلزات الاستدلال بأحوال البروق النوع السابع ما حصل عند العرب من الاستدلال بأحوال البروق وتأمل أحوال السحاب على نزول الغيث وعدم نزوله وأخص الناس بهذا العلم فإنهم لاشتداد حاجتهم إلى الغيوث التي بها كانوا يراعون أحوال السحاب والبروق فلا جرم ولأجل كثرة التجربة وقفوا على ضوابط تلك الأحوال فعرفوا أنه متى حدث الشكل الفلاني والهيئة الفلانية في الغيم نزل المطر كما أن مجامع تلك الاستدلالات محصورة في أمور أحدها الموضع الذي منه ينشأ السحاب بشرط أن يعرف أحوال الجانب المقابل لذلك المنشأ وثانيهما معرفة كون ذلك السحاب رقيقا أو كتيفا وثالثهما معرفة لون السحاب ورابعهما كيفية أحوال الرياح وخامسهما كيفية أحوال البروق وعند الوقوف على هذه الأحوال يعرفون أن ذلك فاطر للجود أو للرذاذ وأن أي البروق خلب وأيها ذات صيب ولما كثرت تجاربهم في هذا الباب وجاء في غريب أبي عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن سحابة مرت فقال كيف ترون قواعدها وبواسقها أجون أم غير ذلك ثم سأل عن البرق أجفا أو وميضا أم يشق شقا فقالوا بل يشق شقا فقال صلى الله عليه وسلم جاءكم الحيا اعلم أن أكثر سكان المفاوز والصحارة يحتاجون إلى المطر في معاشهم وأما سكان الحضر فلا حاجة لهم إليه فلا جرم أن البدويين بلغوا في هذا العلم إلى غاية ما أدركها أهل الحضر وهذا المعنى أن يكون للهند والترك والعرب خوض في هذا العلم لأن الغالب على الهند ترويج الأكاذيب فربما كان الواحد منهم قد عرف تلك العلامات وأحاط بها فتوسل بذلك إلى ترويج النواميس مثل أن يدعي أنه يدفع البرد عن مزارعهم وكرومهم وعمارات أراضيهم وطريق الحيلة فيه أنهم لا يدعون ذلك إلا في السحب الربيعية فإنه ليس من شأنها أن تطبق على الآفاق بل إنما تنعقد في مواضع من الجو متفرقة فتأبى بالبرد ثم تنحل سريعا فتصير السحابة جهاما فمن عرف أحوال السحاب معرفة تامة بسبب التجارب التي ذكرنا فربما عرف أن السحابة التي تولدتها هنا لا تمطر هنا بل تغير إلى موضع آخر قريب منه حينئذ يدعي ذلك الإنسان أنه طرد تلك السحابة عن هذا الموضع إما لأجل الرقية أو لأجل الشفاعة عند الله فيقع الأمر كما ادعاه فيصير ذلك خديعة قوية وفتنة عظيمة عند الحشوية والعوام فهذه جملة الكلام في العلوم المناسبة لعلم الفراسة الفصل السادس في الطرق التي بها يمكن معرفة أخلاق الناس وهي ستة الطريق الأول في هذا الباب بحسب الشكل والهيئة اعلم أن الأفعال الإنسانية منها طبيعية صادرة بمقتضى المزاج الخلقي والفطرة الأصلية ومنها تكليفية صادرة بحسب تأدب العقل ورياضة الشرع أما القسم الثاني فلا يمكن الاستدلال به البتة على أحوال الطبيعة والخلق الباطن وذلك لأن الموجب له ليس هو الطبيعة الأصلية بل شيء آخر أما القسم الأول فذاك هو الذي يمكن الاستدلال به على الأخلاق الباطن فإن الإنسان يحصل له حال توران الغضب فيه شكل مخصوص وهيئة مخصوصة فإن الإنسان يحصل له حال توران الغضب فيه شكل مخصوص وهيئة مخصوصة وحال اشتغاله بالواقع شكل آخر وحال اشتغاله بالجماع شكل آخر وهيئة أخرى وحال استيلاء الخوف عليه شكل ثالث وهيئة ثالثة وهذه الأشكال والهيئات مخالف كل واحد منها غيرها ومباينها مباينة محسوسة مشاهدة إذا عرفت هذا فنقول ذلك الخلق الباطن وتلك الهيئة الظاهرة أمران متلازمان في الأكثر فأما بعد الاستقراء التام فإننا عرفنا أن تلك الهيئة الظاهرة المخصوصة بالغضب لا تحصل إلا عند حصول الغضب وكذا القول في سائر الأحوال ولما عرفنا حصول هذه الملازمة فحينئذ يمكننا أن نستدل بكل واحد منهما على الآخر فإن عرفنا أولا في الإنسان كونه غضوبا عرفنا أنه لا بد وأن يظهر على وجهه تلك الهيئة المخصوصة وإن شاهدنا أولا تلك الهيئة المخصوصة حاصلة في وجهه عرفنا أن الغالب عليه هو الغضب فهذا قانون صحيح وهذا هو تحقيق قول من يقول إن الذي يكون شكله مشتبها بشكل الغضبان يجب أن يكون غضوبا والذي يكون شكله شبيها بشكل الخائف يجب أن يكون الخوف غالبا عليه وهذه المقدمة كما أنها مستعملة في هذا العلم فهي أيضا مستعملة في الطب فإنهم قالوا إن وجدت البدن في طبيعته الأصلية شبيها بالحال التي تجده عليها وقت حدوث السل فهو شديد الاستعداد للسل ومتى وجدته شبيها بالمستسقى فهو شديد الاستعداد للاستسقى ومتى وجدته شبيها بصاحب المالي خوليا فهذه العلة سريعة إليه ومتى وجدته سريع الحركة سيئة الخلق مضطرب الأحوال فهو شديد الاستعداد للمانيا أو القرنطيس وعلى هذا القياس يجري الحكم في سائر الأحوال الطريق الثاني في هذا الباب في اعتبار الأحوال المذكورة بحسب الأصوات وتقريره أننا نشاهد أن الإنسان حال استيلاء الغضب عليه يصير صوته غليظا جهيرا وعند استيلاء الخوف عليه يصير صوته حادا خفيفا والسبب فيه أن عند استيلاء الغضب عليه تخرج الحرارة الغريزية من الباطن إلى الظاهر فيسخن ظاهر البشر والحرارة توجب توسيع المنافذ وتفتيح السدود في آلات الصوت وهذه الأحوال توجب صيرورة الصوت غليظا ثقيلا وأما عند الخوف فإن الأمر يكون بالعكس من ذلك فإن الحرارة الغريزية تنحصر في الباطن فيستولي البرد على الظاهر وذلك يوجب تضييق المجاري من آلات الصوت وذلك يوجب صيرورة الصوت حادا ودقيقا وإذا عرفت الكلام في هذين المثالين فاعتبر مثله في سائر الأحوال فإذا ضبطنا الأحوال النفسية ثم تأملنا أن الحادث عند حدوث كل نوع منها أي أنواع الأصوات علمنا حينئذ أن بين تلك الحالة النفسانية وبين ذلك الصوت المخصوص مناسبة واجبة وملازمة تام فحينئذ يمكننا أن نستدل بحصول ذلك الصوت المخصوص على الخلق المخصوص وهذا قانون صحيح ولقد سمعت أن حكماء الهند كانوا يعالجون الأمراض الجسمانية بالموسيقى وذلك لأنهم إذا عرفوا أن الصوت الحادث عند الغضب هو الصوت الفلاني عرفوا أن طبيعة هذا الصوت مشاكلة لطبيعة الغضب في الحرارة واليوبوسة فإذا حدث لإنسان مرض بارد وأسمعوه ذلك الصوت على سبيل علاج الضد بالضد فكان يحصل النفع البين في هذا الباب الطريق الثالث في هذا الباب إن الحيوانات العجم ليس لها عقل يدعوها إلى فعل الحسن أو يمنعها من القبيح بل أفعالها لا تحصل إلا على وفق أمزجتها ومقتضى طبائعها وأخلاقها الفطرية فلا جرم فعل كل حيوان يدل على خلقه الباطن ثم إن عرفنا أن الخلق الباطن والخلق الظاهر معلوم بان المزاج الأصلي فإذا رأينا إنسانا يشابه حيوانا في أمر من الأحوال الظاهرة فحينئذ نستدل بتلك المشابهة في الخلق الباطن استدلالا بحصول أحد المعلولين على حصول المعلول الثاني فإن قيل إنه يمتنع كون الإنسان مشابها لذلك الحيوان من كل الوجوه بل لا بد من حصول المخالفة بين الإنسان وبين تلك البهيمة في أغلب الصفات وأكثر الأحوال فلما كان الاستدلال بحصول المشاركة بينهما في تلك الصفة الواحدة على حصول المشاركة بينهما في الخلق الباطن أو لا من الاستدلال بحصول المخالفة بينهما في أكثر الصفات والأحوال على حصول المخالفة بينهما في ذلك الخلق الباطن فالجواب عنه من وجهين الأول أن إلحاق شيء بشباهه بقدمة مقبولة عند الجميع ولهذا السبب قيل الجنسية علة الضم ولذلك إذا وقعت صورة واحدة بين صورتين مختلفتين والمشابهة بين تلك الصورة وبين أحد هتين الصورتين أكثر من المشابهة بينهما وبين الصورة الأخرى فإن الطبع يميل إلى أن إلحاقها بالصورة التي هي أكثر مشابهة أو لا إذا عرفت هذا فنقول إن هذه المقدمة الوهمية تحرك العقل إلى هذا الحكم في أول الأمر ثم إنا نضم إلى تلك المقدمة الوهمية الاستقراء التام والتجربة الطويلة فإن طابق حكم الاستقراء حكم الوهم المذكور فحينئذ نعول على تلك المقدمة ونحكم بصحتها والحاصل أن لا نعول على موجب القياس وحده ولا على التجربة وحدها بل نعول على مجموعهما الوجه الثاني في الجواب أن إذا رأينا حصول المشابهة في تلك الحالة المخصوصة بين الإنسان المخصوص وبين الحيوان فها هنا يجب علينا أن نعتبر أحوال سائر الحيوانات وإذا شاهدنا أن كل حيوان حصلت فيه تلك الآثار الظاهرة فإنه يحصل فيه ذلك الخلق وبالعكس فها هنا يحصل عقد قوي بسبب هذا الطرد والعكس أن المستلزم لذلك الخلق البغط هو ذلك الخلق الظاهر مثاله إذا شاهدنا كل حيوان كان قوي الأعضاء عريض الصدر فهو شجاع واعتبرنا هذه الحالة في أنواع كثيرة من البهائم والوحوش ورأينا أن الأمر كذلك فحينئذ يحصل عندنا اعتقاد قوي بأن هذه الحالة تستلزم الشجاعة فإذا شاهدنا إنسانا متصفا بهذه الصفة قضينا عليه بالشجاعة بحسب الظن الغالب الطريق الرابع في هذا الباب أن نقول لا شك أن الإنسان نوع تحته أصناف وهم الأمم الكبار الأربع وهم الفرس والروم والهند والترك ولكل واحد من هذه الأصناف خلق مخصوص في الظاهر وخلق مخصوص في الباطن وإذا رأينا الشكل الخاص ببعض الأصناف حاصلا في إنسان حكمنا بأنه حصل الخلق الملائم لذلك الشكل فيه مثاله أهل المشرق طوال القدود أقوياء القلوب شجعان وأهل المغرب صغار الجثة ضعاف القلوب وإذا رأيت مشرقيا على شكل المغربي فاقضي بحصول أخلاق المغاربة فيه الطريق الخامس في هذا الباب اعتبار حال الذكور والإناث وعلم أن الذكر من كل نوع من أنواع الحيوان أكمل حالا وأقوى مزاجا من الأنثى والسبب فيه أن المزاج الذكوري إنما يحصل بسبب استيلاء الحرارة واليبوسة والمزاج الأنثوي إنما يحصل بسبب استيلاء البرد والرطوبة وهذا المعنى يقتضي أحوالا في البدن وأحوالا في النفس فأما الأحوال البدنية فأمور الأول أن الذكور أصلب أبدانا وأشد اكتنازا والإناث أرخى أبدانا الثاني أن الذكور أقصف والإناث أكثر لحمية الثالث أن الأنثى من كل جنس من أجناس الحيوان تكون أصغر رأسا من الذكر وألطف وجها وأدق عنقا وأضيق صدرا وألطف أضلاعا وأما الورك والمواقع التي تلي الفخدين فهما في الأنثى أكثر لحما مما في الذكر والساقان من الأنثى أغلض والقدم منها أحسن من قدم الذكر وثديها أكبر بكثير من ثدي الرجال وعصاب الإناث أليا بسبب أن ما عليها من اللحم أشد رطوبة وأما الأحوال النفسانية فأمور الأول أن الذكور أقوى شهوة وأكثر هضما وأكثر حركة وانتصابا الثاني أن الذكر أعظم بيضا وأكثر شجاعة وإقداما على الأهوال وأشد غضبا الثالث الذكر أقوى في الأفعال النفسانية من الأنثى والمراد بالأفعال النفسانية جودة الذهن وحسن الرؤية والقدرة على تحصيل العلوم الرابع الأنثى يجب أن تكون أكثر صمطا وسكوتا من الذكر وأقوى نفسا وأقل جلدا وأسهلا قيادا للغير الخامس الأنثى يجب أن تكون أقل غضبا من الذكر وأقل رغبة في الانتقام إلا أن الأنثى أشد مكرا وشططا وقحة من الذكر وذلك يدل على ضعف مزاجها السادس أن الكرم ومحاسن الأخلاق في الرجال أكثر منها في النساء إذا عرفت هذه المقدمة فنقول إن صاحب علم الفراسة يجب عليه أن يتأمل أن الحادث عند حصول الخلق المعين في المرأة أي الأشكال هو وأن الحادث عند حصول الخلق المعين في الرجال أي الأشكال ثم عند ذلك إذا شاهد في الوجه وسائر أعضائه شكل المرأة يقضي عليه بذلك الخلق الباطن وتلك الحالة النفسانية والعكس الطريق السادس أن إذا عرفنا بشيء من الطرق المذكورة حصول خلق مخصوص في الباطن فقد يمكننا أن نستدل بحصول ذلك الخلق على حصول خلق آخر ومثاله أن إذا عرفنا كون الإنسان سريع الغضب في كل شيء عرفنا أنه لا يكون تام الفكرة في الأمور وذلك لأن قوة الغضب تدل على سخونة مزاج الدماغ وهذه السخونة توجب تعدر إتمام الفكرة وأيضا إذا علمنا في إنسان كونه وقحا فاعلم أنه لص النذل أما اللصوصية فلأنها تابعة للفجر وأما النذالة فلأنها تابعة لعدم الحرية والوقاحة دالة على حصولها ومن هذا الباب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من لانت أسافله صلبت عاليه ومن صب الماء بين فخديه ذهب الحياء من عينيه والسبب فيه أن هذه الحالة أخس الحالات فالنفس التي راضيت بها لا بد أن تكون راضية بكل القبائح والفضائح الفصل السابع في الأمور التي يجب رعايتها عند الرجوع إلى هذه الطرق وهي أمور ثلاثة الأمر الأول أن كل واحد من هذه الدلائل ليس دليلا يقينيا بل دليلا يفيد الظن الضعيف فكلما كانت الدلائل المتطابقة على المدلول الواحد أكثر كانت في إفادة عدم الظن أقوى فيجب على صاحب هذا العلم أن لا يعتبر بالدليل الواحد ولا بالدليلين بل يجب عليه أن يعتبر جميع الوجوه في هذا الباب الأمر الثاني أن التعويل في هذا الباب على معرفة صورة ظاهرة اعلم أن التفاوت بين الأمور المحسوسة قد يكون ضاهرا جليا يدركه كل من له حس سليم وقد يكون خفيا لا يدركه إلا من كان كاملا في القوة الباصرة إلا أن يكون ضعيف الحفظ قليل الجمع لأشتاة الصورة المحسوسة وعلى كل التقديرين فإن حكم الإنسان الذي يكون حاله في الإبصار والحفظ هكذا يكون حكما ضعيفا أما الإنسان إذا كان كاملا في القوة السامعة المدركة للأصوات فإنه لا بد وأن يدرك مقادير التفاوت بين الأشكال وبين الأصوات ثم إذا كان قوي القدرة على جمع أشتاة مثل المحسوسات وصورها فحين إذن يكون شديد الاستعداد لهذا العلم ثم إذا اعتنى بعد ذلك بهذا الشأن وضبط جميع الآيات المختلفة للحيوان وأصناف الناس بحسب أحوال الأخلاق ضبطا لا يشتبه عليه شيء منها بغيره وواضب على هذه الصفة مدة فإنه يقوى أمره في هذا الباب روي أن أقليمون الحكيم كان صاحب هذا العلم وكان ملك زمانه مشهورا بالصيانة والعفاف فأمر إنسانا حتى نقش صورته على قرطاس وبعثها إلى أقليمون وأمر ذلك المبلغ أن لا يعرف أن هذه الصورة صورة ذلك الملك فلما نظر أقليمون إلى تلك الصورة قال هذا رجل عظيم الرغبة في الزنا فاستبعدوا ذلك الكلام وحملوه على جهله فلما رجعوا إليه أخبروه به فبقي الملك متعجبا من شدة فطمطه ثم ركب إليه وأكرمه وقال صدقت كنت كذلك إلا أنني كنت أصون نفسي عن تلك الفاحشة وإنما ذكرنا ذلك لأن الإنسان ربما نظر في شيء من هذه الأجزاء ثم حكم بأحكام باطلة فاسدة فظن أن ذلك لأجل أن هذا العلم فاسد وليس الأمر كذلك بل السبب فيه أن مع الإحاطة بالقوانين الكلية لهذا العلم لا بد من أمور أحدها أن علم النجوم منك ومنها وثانيها الحواس القوية وثالثها المواضبة التامة والتجربة الكثيرة فعند اجتماع هذه الأمور تسهل هذه الصناعة وهكذا الحال في علم الطب والنجوم وسائر الصناعة الأمر الثالث أن هذه الدلائل إذا تعارضت فإنه لا بد من المصير إلى الترجيح وهو من وجوه الأول أن الدلائل الدالة على حصول الخلق المعين إن كانت حاصلة في العضو وهو المحل لذلك الخلق فهي أقوى من الدلائل الحاصلة في عضو آخر مثله إذا حصل الدلائل في الوجه والعينين على كون هذا الإنسان جبانا وحصل الدلائل أخرى في الصدر والكتفين على كونه شجاعا فالنعو الثاني من الدلائل أولى ذلك لأن معدن الشجاعة هو القلب والدلائل القائمة بالأعضاء القريبة أولى بالرعاية من الدلائل القائمة بالأعضاء البعيدة وأيضا فيحمل إن تحصل الدليلان معا على سبيل الامتزاج فكلما كان الدلائل الجبن ضعيفة يحصل فيه شيء من الجبن وكلما كان الدلائل الشجاعة قوية حصل فيه من الشجاعة أكثر فيكون ذلك الشخص شجاعا دون الغاية وفوق الوسط واعتبر هذا في جميع الأقسام وعند هذا يجب أن يعلم أن معدن القوة الباطنة هو الدماغ ومعدن القوة الشهوانية هو الكبد الثاني أن الدلائل إذا تعارضت فتعادلت في الكمية والكيفية وجب التوقف وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية والجانب الآخر أقوى كيفية وكانت قوة الكيفية من أحد الجانبين معادلة لقوة الكمية من الجانب الآخر وجب التوقف أما إذا حصل الترجيح إما بحسب الكمية أو بحسب الكيفية أو بحسب ما يترك منهما وجب الترجيح الثالث أن أقوى الأقسام دلالة على الأحوال الباطنة الاستدلال بأحوال الأخلاط والأمزجة والقوى والإنسان والأجناس لأنها كالأمور الذاتية الجوهرية ويتلوها الاستدلال بالمشابهات والأغذية لأنها كالأمور الخارجية اللازمة ويتلوها الاستدلال بالمشابهات الحاصلة بين الذكور والإناث من الناس وفي آخر الأمر يعتبر الدلائل المستنبطة من مشابهات الحيوانات الرابع أن هذه الدلائل قد تكون مشتركة بين الأخلاق المختلفة مثل أن شكل الواقح وشكل الشجاع يكون واحدا قل ما يظهر التفاوت فإذا حصل الاشتباه من هذا الوجه فإنه يجب الرجوع إلى اعتبار سائر الدلائل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة